السلام عليكم جولة همة وسريعة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية في البداية نبدأ بالخطاب الذي وجهه مستشار ألمانيا أولف شولس إلى سكان ألمانيا يتكلم فيه عن ميزانية سنة 2023 ولماذا قامت الحكومة الألمانية الآن بالرغبة بتجميد قانون منع عمل الديون شولدن بغمزة فرملت الديون لسنة 2023 وذكر مجموعة من الأسباب الهامة لهذا القرار كما أنه أيضا تكلم حول ميزانية سنة 2024 وقال وطمأن سكان ألمانيا بأن الحكومة تعمل جاهدا من أجل عمل اللبانات الأساسية لوضع ميزانية قوية لسنة 2024 ودعا أيضا البرلمان الألماني الأسبوع المقبل من أجل التصويت من أجل تجميد قانون فرملت الديون الذي بدأ الكل يقول بأنه أصبح عقابة أمام الحكومة لأن الحكومة عندها مصاريف كثيرة وهذا القانون يمنع على الحكومة عمل ديون بالنسبة لمستشار ألمانيا تكلم على خمسة نقاط أساسية تشغل باله ولذلك هو يرغب بميزانية قوية للدولة الألمانية من أجل هذه الخمسة أشياء الأمر الأول المهم بالنسبة له هو التخفيف من العواقب يعني عواقب الحرب في أوكرانيا الخطوة الثانية والخطوة الثالثة كما قال هي من أجل دعم أوكرانيا وأيضا دعم وتعزيز التماسك في ألمانيا رابعا قال أنه يرغب بمواصلة تحديث ألمانيا حتى تستمر ألمانيا بالتمتع بصناعة قوية وتبقى الوظائف جيدة في ألمانيا والأجور جيدة أيضا في المستقبل ويرغب أيضا بميزانية قوية تحمي البيئة والنقطة الخامسة المهمة له لماذا يحتاج إلى ميزانية قوية قال وهي جعل ألمانيا دولة للرقمنة يعني تقوية الرقمنة والإنترنت في ألمانيا وهناك أيضا جدال كبير كيف وماذا يعني تكلمنا في عدد كبير من الفيديوهات حول مسألة لماذا الدولة دخل الآن في حالة صعبة هي حالة السيولة وقلة السيولة المالية بسبب القانون الذي يمنع على الدولة عمل ديون الحكومة الآن دخل في أزمة وترغب تجميد هذا القانون مجددا هناك من يقول أنهم يمكن أن يعلنوا حالة للطوارئ هذه المرة لن تكون بسبب كورونا ولن تكون بسبب أوكرانيا ممكن أن يعلنوا حالة للطوارئ يسمونها حالة طوارئ مناخية بحيث أن التغيرات المناخية تفرض على الدولة الألمانية مثلا تجميدة تجميدة فرملة الديون وعمل ديون لأن العواقب والآطار الوخيمة للتغيرات المناخية وتلويت البيئة فيكون لها يعني عواقب سلبية على الدولة سوف نعرف كيف ستكون الأمور أيضا أصدقائي قرار آخر جاء من عند وزير المالية الذي قرر الآن وقف دعم مصادر الطاقة سبق أن أخبرتكم بهذا الأمر في فيديو سابق وهو قانون فرملة الأسعار أسعار الطاقة يعني أسعار الكهرباء وأسعار الغاز هذا القانون الدولة كانت تدعم الأسعار كي لا ترتفع على المواطنين والشركات وهذا القانون كان سوف يسري إلى شهر مارس 2024 لكن الآن بسبب هذه الأزمة المالية سينتهي الدعم مع نهاية هذه السنة هناك خوف وقلق كبير بأن ترتفع أسعار الكهرباء وأسعار الغاز السنة المقبلة على المواطنين أيضا هناك نقاش حد وكبير في ألمانيا حول ساعات العمل النقابة العمالية فيغدي وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية دخلت على الخط وتطالب بنقص ساعات العمل بقطاع الوظيفة العمومية كي تصبح جدابة والآن توجد في ألمانيا ثلاثة نقابات عمالية كبيرة هي النقابة العمالية فيغدي النقابة العمالية إيجي ميتال للصلب والحديد والنقابة العمالية جي دي إل لسائق القطارات هذه الثلاثة نقابات عمالية تقول يجب أن تتحول ألمانيا لدولة جدابة بالعمل ويجب أن تنقص ساعات العمل يعني العمل 39 ساعة بالأسبوع أو 5 أيام أو 6 أيام بالأسبوع هذا الأمر يجب أن ينتهي ويجب أن يصبح ساعات العمل للدوام الكامل بنفس المرتب هو فقط 35 ساعة بالأسبوع أو 32 ساعة بالأسبوع أو 4 أيام ساعة بالأسبوع لكن بالمقابل رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية يرفض المطلب ويقول بأن هذا الأمر سوف يزيد النقص الحاد باليد العاملة إذا تم نقص ساعات العمل وقال بأنه لا يتناسب مع جميع المهن والشركات والإدارات يعني عمل 4 أيام بالأسبوع لا يتناسب مع كثير من القطاعات لكن صراحة في رأيي أن هناك بعض المهن بالفعل تحتاج إلى 4 أيام بالأسبوع هكذا يمكن للعامل أو الموظف هناك أن يعمل لسنوات طويلة هناك مهن مثل مهن الرعاية الصحية هذه المهنة أنا أراها بأنها ستكون جدبة لو أصبحت 4 أيام بالأسبوع خصوصا أن كثير من الناس الذين يعملون بهذه المهنة لأنهم يحملون ويمشون إلى آخره فهم يتعبون ويمرضون بأمراض الظهر بمرض كذا ويتوقفون عن العمل بعد عشرة سنوات ودائما هذه المهنة فيها نقص لو أصبحت فقط 4 أيام بالأسبوع هكذا يمكن لفوج أن يعمل 4 أيام بالأسبوع وفوج تاني يعمل 3 أيام بالأسبوع فينتهي النقص أيضا المهنة التي فيها الوقوف كثير المشي كثير حمل الأمور التقيلة كثيرة إلى آخره هذه المهنة تحتاج فعلا إلى وقت أقل هكذا لن يمرض العامل لن يضطر العامل أو الموظف عندما يصل إلى 40 سنة أو 50 سنة أن يمرض أو يقدم استقالتها أو يتحول إلى الجوب سنتر أو السوسيال أو العطالة لأن صحته تضمرت فهناك مهن يجب بالفعل التفكير بأربعة أيام بالأسبوع ومهن أخرى يمكن أن تبقى خمسة أيام بالأسبوع لكن بالفعل يجب النظر إلى هذا الأمر وهكذا يمكن القضاء على البطالة لأنه أيضا الإنسان يعيش مرة واحدة العمل ضروري العمل عبادة لكن أيضا يجب على الإنسان أن يقضي وقتا مع أسرته مع أهله مع أمه أبوه مع أخواته مع زوجته مع أولاده الزوجة مع زوجها وولادها مع الواحد يخرج يستمتع بالدنيا يستمتع بالحياة يعني شوية عمل وشوية أيضا للنفس أصدقائي وإن شاء الله يكون الخير وبطبيعة الحال الواحد لا ينسى نفسه وروحه ودينه إلى آخر هذه الأمور مهمة أيضا أصدقائي هناك نقطة مهمة وهي فشلت المفاوضات بين النقابة العمالية لسائق القطارات جي دي إيل وشركة القطارات دوتش بان بحيث أنهم لم يتوصلوا إلى حل النقابة العمالية لسائق القطارات تطالب بنقص ساعات العمل لتصبح 35 ساعة دوام كامل بالأسبوع بدل 38 ساعة بنفس المرتب زيادة المرتبات 555 يورو لجميع الموظفين بجميع الأسلاك المهنية والسلام المهني 555 يورو زيادة شهريا و3000 يورو مرة واحدة كدعم لكن شركة القطارات ترفض هذا العرض وأعطوه عرضا آخر لكن النقابة العمالية غضبت الآن وهددوا بأن يمكن بالأسابيع المقبلة والأيام المقبلة أن يكون هناك إضراب لسائق القطارات ويمكن أن تتوقف القطارات مجددا متى سيكون إلى آخر لا يعرف لكن أتابع الموضوع أيضا أصدقائي الناس الذين عندهم أطفال ويدهبوا أبناؤهم إلى المدارس يحسون بأن أمر ما يحصل بالمدارس وأن المدارس لم تعد بتلك الجودة التي كانت عليها في السابق ما هو السبب؟ السبب تكلمت عنه الصحفة الألمانية وقالت بأنه 62% من أكبر المشاكل التي تعاني منها المدارس يعني سألوا المدارس من هو أكبر مشكلة تعانون منه مديري ومديرات المدارس قالوا النقص في المعلمين والمعلمات لا نجد كادرا تعليمي كثير يخرجون إلى التقاعد ولا نجد الخلف وهذا يؤرق كثير من المدارس ما جعل عدد كبير من مديري المدارس يلتجئون إلى توظيف عدد كبير من المعلمين والمعلمات الذين لم يدرسوا التعليم ولم تكن عندهم خلفية تعليمية مثلا واحد كان دارس التاريخ والجغرافيا مدرسة هو لم يجد عمل مدرسة لا تجد معلم ووظفوه واحد دارس مثلا واحد دارس مثلا علم الجيولوجيا لم يجد عملا وظفوه معلم واحد دارس لا أعلم دارس شيء آخر وظفوه في التعليم وقالوا بانه ارتفع هذا الامر الذي يسمى كفاغ اينشتايجا او زايتن اينشتايجا يعني شخص دارس شيء ويتوظف بشيء آخر لانه التعليم آآ كي يشتغل الشخص في التعليم يجب عليه ان يدرس التعليم بالجامعة لكن عدد الذين يدرسون في الجامعة لا يكفي لتغطية النقص الكبير في ألمانيا خصوصا انه ألمانيا دولة كبيرة جدا وعدد كبير من المعلمين والمعلمات يبدأوا يخرجون تقاعد والخلف قليل فهذه هي اكبر مشكلة تعاني منها المدارس هناك من يخاف هناك من يقول رائع جدا على الاقل نقضي على النقص وعلى الاقل ناس اخرى تجد عملا في مجال التعليم لكن هناك من يقول هذا الامر سوف يقضي وينقص من جودة التعليم في ألمانيا لانه لا يمكن ان تشغل شخص ليست عنده خلفية في التعليم لم يدرس التعليم لم يدرس بيداغوجية التعامل مع التلاميذ مع الأطفال مع الأمور الخاصة بفلسفة التعليم ويأتي شخص ليست عنده تلك الخلفية فقالوا هذا ممكن ان ينقص شيئا ما من جودة التعليم لكن هناك من يقول لماذا دائما نضع دائما الحجر في الطريق يعني احمد الله انه ناس موجودة تشتغل هاد الناس مع الوقت تعمل مثلا فيتابيل دونغ تعمل امشولونغ كثير الى اخره وستصبح ايضا جيدة في هذا المجال ثاني مجال يؤرق المدارس وهو قطرة العمل قطرة الضغوط على المعلمين تعرفوا نقص الكادر التعليمي اضافة الى ساعات العمل الى ضغوط العمل فكثير بدأوا يعني يحسون بالارهاق الشديد وكثرة العمل لذلك ممكن ان تلاحظوا في مدرستكم ممكن ان تلاحظوا بان جودة التعليم انخفضت بعض الشيء ويجب على الدولة ان تجد حلولا لهذه المسألة لان من يوجدون بالمدارس هم اطباء المستقبل واساتدات المستقبل وعمال المستقبل وسائقي الحافلات والشاحنات والممرضين والممرضات والبرلمانيين ومستشار المانيا او مستشارة المانيا او رؤساء المانيا المستقبلين والشرطة والجيش وكل شيء هم من يوجدون الان بالمدارس فيجب الاهتمام بهم اذا تم اعطاؤهم الوقت اعطاؤهم الاهتمام ستكون دولة قوية بالمستقبل إذا لم يتيب الاهتمام بالتعليم ستكون مشاكل كبيرة فيجب الاهتمام بالتعليم بشكل جيد كانت هذه جولة لأهم الأخبار شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء